حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد لعم معك الأول سؤال فرعي فضلك حسام عبد المجيد انت ماضي معه من امتى سنتين من سنتين انا ليه سألتك في السؤال ده انا عارف متوقع السؤال ده عشان برضو ما كانش متوقع هذا التوهج لحسام عبد المجيد هو شارك في كأس الربطة كانت الظروف ما كانش طبيعية فما ظهرش بشكل عظيم فالناس حسيت انه ممكن مبقاش مدافع كبير والان هو من اهم الاوراق من اهم الاسماء الموجودة في تشكيل نادي الزمالك الاسية وممكن يكون بيلعب كمان على حسام مدافع دولي كبير زي محمود علاء فانت بقى معك ورقة كبيرة دلوقتي ففكرة بقى ان انت كنت ماضي معه من سنتين ليه كنت ماضي معه من سنتين عشان هو حسام الموهبة موجودة هو حسام عبد المجيد لحداك شفته دلوقتي ده هي نفس موهبة حسام عبد المجيد من سنتين وانا متوقع اكتر من كده كمان يعني بإذن الله حسام لسه قدامه كتير وعنده كتير لسه ما طلحوش ومع تركيزه ومع اقتناعه ان هو لسه في أول الطريق ولسه بدري ولسه عنده كتير ما قدموش هيكون ليه شيئا اكبر وزي ما انا توقعت ده من سنتين وبيحصل توقع برضه خلال السنتين تأتي الجيين يعني حسام هيكون في حتة تانية خالص بإذن الله وفي بلان احنا بتعامل مع اللعبك مش حسام بس مش كعروض وفلوس لا ده بلان وتخطيط وترتيب لمراحل حياته مغطي النظر ممكن ده وقت ما اخدش فلوس لا نصبر ونصبر ونكمل عشان بعد كده بقلينا هدف في الترجل في خلال ثلاث سنين الجاية مش سنة بسنة انا بتكلم في ثلاث وخمس سنين جاية فاحسام لسه قدامه كتير وعنده كتير يقدمه وانا متوقع لحسام يعني انه خلال فترة ان شاء الله سنة ثلاث سنوات الجاية يبقى من أفضل مدافعين أفراقيا مش مصر اللعيم ممتاز فريدا مساميه ما تيب ده لعب هو مطلق عليه دي من قبل ما يجي فريدا كمان دي معلومة جديدة لا 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 ما تيب هي بلغ بيها عشان هو يمكن شابه في الطول في الستايل بتاع اللعب كمان هو سايل اللعب الشابه قريب الكاريب بتاعه والبودني هو قريب منه وهو سايل اللعب كمان صح ولسه حسام ان شاء الله عايز عليك دايما بسأل فيما يخص اللاعبين الشباب وانت بتتعامل معايا يوميا العقلية بقى عشان دي بتفريق معايا جدا انه في لعيبة بتبقى طالعة كويس جدا بس انت بتبقى عارف ان العقلية دي مش هتكمن مش هتستمر عقلية حسام عبد المجيد شايفها ازاي عقلي منضبط اللاعب على الحدود؟ هاي انا بتشوف في لعيبتي وهترك لو حضرتك خدت بالك في اللعيبة بقى فيه جوارم عوامل سلوكية ونفسية يهميني في اللعب اكثر من الفنية او في نفسه اهمية اللعب الفنية صحيح لان مهما كانت امكانات اللعب الفنية وحنا لنا في تاريخ كورة مصرية لعيبة كانت امكانات وفنية عالية وسبب عدم يعني انه ما كانش في الناحة التانية عدم موجود الانضباط السلوكي او الاحترافي عند اللاعب كانت نهايته مبكرة وفي اكثر من اللاعب فما كانش الجانب السلوكي والانضباطي داخل وخارج الملعب وتوفر في اللاعب انا مش هتعاد معاه وده ما بدأ ليا في التعامل لان انا مؤمن قال قناعة شخصية انه ما تقلش عميه عم السؤال فاني هايل لا وهي قناعة مهمة وصحيحة عميه في المياه فصوة عبد المجيد ومعاه سيد نيمار لا سيد مش لا لا معاه في انه مش معاك انا لسه هسألك السؤال فصوة عبد المجيد وسيد نيمار كيل ان كارترون طالبهم معاه في الاتفاق هل ده مزبوط يرسعي اطلاق عن الكلام ده وكارترون ما طالبش اي لاعب من نادي الزمالك نهائيا وما هي الاجتهادات وقد يكون وكالعب ما عرفش ايه اللي ما عددش انها لعبها سيا اجتهادات ممكن اجتهاد صحفية ممكن وكالاش ولكن نادي الاتفاق زي من شافة الصفقات اللي تبلي في معايير معينة بتبقى محطوطة بيتم اختيار الصفقات منها لعبها كويسة طبعا ومنهم حسام اللاعب بس انا خطوة الاحتراف دي برضو ومش ينفع الكامل فيها بس حسام عارف امتى نتكلم في حاجة دي كده وكل حاجة اللي وقتها انت عايزه يحترف مش دلوقتي بس شوف انا مش من نوع اللي قصة عايزه يحترف امتى يحترف امتى يطلع يحترف عشان يكمل وورف الاحتراف ده حضرتك تجربة بقى ليه حسابات وليها مقاييس معينة فاما تغريش في الوقت المناسب في توقيت معين ممكن تتشهد بسرعة وتنتهي فانا دايما ببقى حريص ان المكان اللي بيروح فيه سواء لاعب او مدرب معايا يستمر ويحقق فيه نجاح فكل خطوة وليها وقتها يعني ويش وقتها دي الوقت وان شاء الله يعني وكل ما لم يجو وقتها نتكلم هو مركز مع نادي الزمالك بزبط هو تأتيد نادي الزمالك وهو طبعا ده ناديه وابن مابناء النادي يعني